بسم الله الرحمن الرحيم قطرائيلي عزالة قطرائيلي يا حبيبي خذني زيارة للأبيب أرجوك يا الحر الأبيب نعم أنا دائما كذب دائما كذب كل شيء أقول لكم إياه وقلت لكم إياه قبل كذب تذب حقد حقد حاسد يا حبيبي حاسد القافلة تسير والكلاب تنبع نعم نعم أخواني الأفاضل أدش في الموضوع ولا رويكم المقطع نعم شوفوا معي هذا المقطع اللي أنا سويته تقريبا من سنة وفيه مقطع سويته حتى أكثر من سنة وعلقت على المقطع اللي سويته من سنة فيه مقطع تقريبا من أربع شهور حطيت لكم ياه لمدة دقيقة أخواني الأفاضل عن ماذا سيحدث لدولة الإمارات نتيجة أنهم مش بس طبعوا السالفة مش بسالفة تطبيع نتيجة أنهم وضعوا يدهم مع أيادي الصهاينة وفتحوا بلادهم يعني مش بس واحد فتح بلاده يعني استباح بلاده وحللها للصهاينة شوفوا معي أنا شقلت وراح أرجع خلكم آي عزاء المشاهدين راح أرجع أعلق على هذا الموضوع راح أعلق عزاء المشاهدين وراح تعرفون يا أهلنا في الإمارات إن ما سمموا لكم الأدوية إن ما خربوا لكم الأرض والزرع إن ما سمموا لكم الماي ما أكون أنا إن ما بهتلوا معيشتكم ومثل ما أنا قلت قبل الأمة ما راح ترتاح إلا لما تستأصلون هذا السرطان الدولة اللي بما يسمى إسرائيل إذا ما استأصلتوا هذا السرطان عمركم ما راح ترتاحون يا مسلمين سمعتم معي عزاء المشاهدين أنا دايما كذب أنا دايما كذب أنا دايما مفتري دايما حاقد دايما أكره ولكن أنا أقول لكم وبتحدي الأيام بيننا والله أنا شوفوا الآن هذا قسم طول ما أنتوا حطيتوا يدكم مع يدها الصهاينة والله العظيم ما راح ترتاحون يا أهل الإمارات ما راح ترتاحون من المصدرات والمصائب والمشاكل لأنكم أنتوا حطيتوا يدكم مع هذول الصهاينة شفت معاي عزيزي المشاهد إخواني الأفاضل أمس تقريبا أو يمكن أول أمس متأخر تم القاء القبض على إسرائيلي وهو يهرب خمسمية كيلو نصطا عزاء المشاهدين من الكوكاين داخل أراضي الإمارات عملية تسمى يعني كانوا يرقبون عملية العقرب سموها عملية العقرب ضبطوا هذا الشخص وهو يهرب خمسمية كيلو والسلطات الإماراتية صرحت بأن قيمة هذه الشحنة تقدر بخمسمية مليون درهم إماراتي يعني تقريبا تقدرون تقولون 170 مليون دولار تقريبا 170 مليون دولار يعني حسبه سريع أخواني الأفاضل شفتوا معاي أخواني الأفاضل أنا قلت لكم وجهت تحذيرات وجهت نصايح عديدة إلى أهلنا في الإمارات أنت أهلنا ترى إحنا نخاف عليكم لا تقول لي حاقد لا تقول لي حاسد لا تقول للقافلة تسير أي قافلة يا أبو قافلة أنت أي قافلة يا أبو خيبة إحنا نخاف عليكم يا يبا أخوكم لما يتكلم يخاف عليكم ولعلمكم وأنا أقول لكم هذه الشحنة تم ضبطها تدرون ليش بسبب أن هناك في دولة الإمارات من الشرفاء من العجائز من كبار السن من النساء من الأطفال والله ناس شرافاء والله تدعو دائما أن الله يحفظ بلادهم الله يحفظ بلادهم رغم الحماقات الكبيرة اللي دائما يقوم بها كوهنون نعم أخواني الأفاضل هذا جزاء من يحط يده مع الصهاينة أنا حذرتكم قبل والقادم أعظم سمعتوا أنا شاكلت في الفيديو والله أنا أقول لكم يعني فيديوهات عديدة المتتبع يعرف يا ما حذرت يعني لو أنا بجمع لكم ما رح ألحق والله ما رح ألحق هذول الله حذر منهم في القرآن من غدرهم وأنت يا حضرتك تتشيطر عليهم ما رح تقدر عليهم يا حبيبي ما رح تقدر عليهم والله أنا قلتها قبل راح يسموم لكم الماي بيسمومون الأكل بيطرشون لكم أكل في هرمونات بيسوون فتن بيحتلون الشركات بيحتلون الاقتصاد بيحتلون الإعلام أصحوا يا أهلنا في الإمارات أصحوا يا أهلنا والأني لكم من الناصعين أنا ما بيشي منكم والله ما بيشي منكم لكن أنا أتمنى أن هالأحداث اللي قاعدت تحدث الآن وأنتم تشوفونها الآن أتمنى أنكم تفهمون أن الشخص اللي يكلمكم يبي لكم الخير والله أنا أبي لكم الخير ما نرضى عليكم أن يوم من الأيام أنا قلت هذا الكلام ما أرضى عليكم يوم من الأيام أن يتم عمل استفتاء دولي لتقرير المصير ويفصلون دبي عن إيش عن باقي الإمارات ويعلنون استقلال دبي مثل ما أعلنوا استقلال سنغافوعة المشكلة اللي ضحكك اللي ضحكك أن السلطات والله إخبار لا حولها لا قتلها بالله السلطات الإماراتية صرحت بأن زعيم العصابة واللي اكتشفوه يهرب هذه الشحنة رجل رجل إسرائيلي لا يا حبيبي ما قالوا إسرائيلي رجل من أصول شرق أوسطية يسترون عليهم ليه الحين قاعدين يسترون عليهم يعني أنتو ليه الحين قاعدين يبون يفسدون بلادكم هاي المخدرات لو ادخلت الإمارات الشباب كله مصطول الشعب كله بيصير مصطول نصطن يا ناس زي مين اللي فضح الموضوع الإعلام الصيوني يعني أنت شفتوا خيبة أكثر من كده أنت أنت هذا عدوك تستر عليه وما تقول عنه إسرائيلي إعلام الصهاية إعلام إسرائيل نفسهم هم اللي فضحوا الموضوع وقالوا إيش أن اللي ألقوا القبض عليه واحد إسرائيلي يعني هم ما استرعوا على أنفسهم وأنت للأسف من كثر ما أنت ضعيف من كثر ما أنت ضعيف كعتستر عليه وتنكر النصيوني لا تدري ليش تنكر من خيبتك من خيبتك تخاف أني أنا بشمت عليك تخاف عبد العزيز وزيد وعبيد اللي حذروك من هذول بنشمت لا والله ما رح نشمت عليك إحنا ما رح نشمت عليك إحنا نحبك يا حبيبي لكن إيش يعني تفكرون أن أنا أرضى أن شباب الإمارات يدمنون على المخدرات ونصطا نصطا أخواني أنا أفاضل خمس تشمت المخدرات عبارة عن جرام هذا يعني يبوني يدمرون الشعب كامل والله مجرمين والله مجرمين حس بي الله نعمل أكيد عموما لا أريد نعطيل في الموضوع أعتقد رسالة واصلة والقادم أعظم والله القادم أعظم أنا أرجوكم يعني أنا خاطب أخواني الأفاضل لما أنا أكلم الرسالة لأهل الإمارات خاطب الشرفاء الشرفاء لأن عشتوا إياهم اللي أنا أول مرة زرتهم في 1982 وآلاف الزيارات عرف أهل الإمارات الطيبين الأشراف أنا والله خاطبكم ترى القادم أعظم المصايب أعظم إذا هذول خلتوهم إذا هذول الصهايين خلتوهم يخيطون وبيطون ويلعبون في بلادكم ترى القادم أعظم لا تزعلون وتضايقون إذا بكرة شربتوا ماي والله يسبب لكم العقم يسبب لكم الضعف الجنسي يسبب لكم السرطان يسبب ويسبب ويسبب الله يسترع عليكم ما أقول إلا الله يسترع عليكم وفي النهاية أنا دائما حاقد دائما حاقد دائما كذاب قطرائيلي قطرائيلي يا عزيزي قطرائيلي يا حبيبي لكن راح تفهمون يوم من الأيام وانتوا فهمين والله العظيم إنه في قرارات أنفسكم منكم أنتوا تعرفون إن هذا القطرائيلي اللي سميتوه قطرائيلي وسميتوه حاقد وحاسد هو من يحب لكم الخير ويريد لكم المصلحة واللي يضحك عليكم ويضحك لكم هو من يريد الدمار لكم أتمنى رسالتكم وصالت ترجمة نانسي قنقر